قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم زكري أبو خلال يعتزم اللجوء للقضاء ضد قناة فرنسية الجماهير الجزائرية تفاجئ وليد راقراج بهذه الخطوة الكبيرة في نهاي كأس إفراقيا لأقل من 17 سنة الضراجي المغرب والجزائر سيتأهلان بسهولة إلى مونديال 2026 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار زكري أبو خلال يعتزم اللجوء للقضاء ضد قناة فرنسية استأنف الدولي والمغربي زكري أبو خلال تدريبه مع نادي تولوز الفرنسية بعد بلاغ هذا الأخير الذي أعلن فيه تبرئة اللاعب من الدخول في مشادات مع نائبة عمدة تولوز لورانس أوريباجية خلال احتفالات بلقب كأس فرنسا وحسب التقرر إعلامي فرنسية فإن زكري أبو خلال يستعد لمقادات شبكة أيرنسي سبورة التي كانت وراء نشر هذه الأخبار المضللة وذلك بتهمة التشهير والإساءة لصورتها ونشرت الشبكة الفرنسية أن الدولي المغربي زكري أبو خلال تحدث مع المسؤولة المذكورة بطريقة غير لائقة قائلا النساء عندنا لا تتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة وأضافت أن أبو خلال اعترض على طالب نائبة العمدة لللاعبين بالتزام الصمت أثناء حديث مدرب الفريق فيليب مونتاري وسط الاحتفالات وأصدر زكري أبو خلال بيانا صباح يوم الخميس يؤكد فيه أنه التقى نائبة العمدة واتفق على أن ما نشر لم يكن صحيحا وكتب زكري أبو خلال في بيانها نود وضع حد لهذا الجدل الذي أثر بشدة على كل منا وكذلك على عائلتنا وأعلن نادي تولوز الفرنسي يوم الخميس أيضا رفع الإيقاف على لاعبه المغربية مشيرا في بيان رسمية إلى أن أبو خلال لم يعد موقوفا اعتبارا من اليوم بعد انتهاء التحقيقة معها وتبوت براءته بشأن مزاعم نشرتها شبكة ألمتسبور الفرنسية كما اعترفت نائبة عمدة تولوز بأنها طالبت اللاعبين بالفعل بالتزام الصمت لكنها نفت وجود أي رد فعل سلبي من طرف اللاعب المغربي الجماهير الجزائرية تفاجئ وليد راقراجي بهذه الخطوة الكبيرة في نهائي كأس إفراقية لأقل من 17 سنة صنع الناخب الوطني وليد راقراجي الحدث في الجزائر ليلة الجمعة بملعب نيلسون منديلا بالعاصمة الجزائر انتقل الناخب الوطني وليد راقراجي رفقة مستعده رشيد بن محمود ومستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم محمد بقروف لدعم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة مباشرة من الجزائر وذكر موقع ست أنفو أن التولاتي وصل الجزائر ساعتين قبل ضربة البداية في بادرة استحسنت العناصر الوطنية وفاجأة الجزائرين وحيى الجمهور الجزائري الناخب الوطني وليد راقراجي بالموشح الشهير سير سير لحظات قليلة قبل ضربة البداية وتربط وليد راقراجي علاقة صدقة بمجموعة من الدولين الجزائريين وخاصة مدرب المنتخب الجزائري الأول جمال بالماضي الدراجي المغرب والجزائر سيتأهلن بسهولة إلى مونديال 2026 قال المعالق الرياضي في قنواته بإنسبورت القطري حفظ الدراجي أن المنتخبين المغربي والجزائري سيتأهلن بسهولة إلى كأس العالم 2026 واعتبر الدراجي أن نظام التأهل إلى نهائية كأس العالم 2026 الخاص بالقارة الإفريقية سيكون الأسهل في تاريخ التصفيات بتأهل أوائل المجموعات التاسعة التي ترأسها المنتخبات الأولى في تصنيف الفيفا مما يجنب مواجهات بين المنتخبات الكبيرة وتوقع حفظ الدراجي تأهل منتخبات الجزائر ميسر المغرب تونس والسينيغال ونيجيريا والكاميرون والكوديفور وبالكينفاصو بسهولة إلى مونديال أمريكا 2026 وأشار إلى أن كل مجموعة تتكون من ست منتخبات تلعب عشر مباريات يتأهل منها الأوائل بينما يشارك الأربعة الأفضل في المركز الثاني في مباريات فاصلة يتأهل منها المتصدر إلى ملحق الفيفا في مباراة أخرى فاصلة يشار إلى أن قرعة التصفية الأفريقية تجرى في البنين يوم الثاني عشر من يوليوز المقبل ورحلة التصفية تبدأ شهر نوامبر القادم الجامعة توضح حقيقة طلب مبلغ 100 ألف دولار لمواجهات المنتخب المصري نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي تحدثت عن طلب نظرتها المصري مبلغ 100 ألف دولار من أجل إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في القاهرة وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة محمد مقرو في تصريحات إعلامية انتشرت أخبار في الساعة الأخيرة بأننا طلبنا مبلغ 100 ألف دولار مقابل مواجهات منتخب مصر ودية وهذا الأمر لم يحدث فلم نطلب ذلك وتابع كل ما تم تدوله كذب في كذب ولم يحدث أي تواصل بين الاتحاد المغربي والاتحاد المصري في هذا الشأن نهائيا خلال الفترة الماضية وأردف ما يحدث هو شغل سماصر وشركات تصويق تقوم بعمل هذه الأمور غير الصحيحة ولم نتحدث نهائيا مع أي طرف بخصوص مواجهات المنتخب المصري ولم نطلب هذا المبلغ وختم نحترم منتخب مصر ونجومه كثيرا ونعتز بعلاقتنا مع الإخوة في مصر ولا نريد أن تحدث أي أزماتنا بسبب أخبار غير صحيحة وتدولت منابر إعلامي أن شركات تصويق عرضت على الاتحاد المصري خوض مبارة ودية أمام منتخب أصد الأطلس في الخارج ولكن الاتحاد طلب إقامتها في القاهرة لذيق الوقت تسعة مغاربة مرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدورة الإسبانية كشفت ترابطة الدورة الإسبانية عن قائمة اللاعبين الأفريق المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدورة الإسبانية خلال الموسم الحالي 2022-2023 وعرفت القائمة واجد تسعة لاعبين مغاربي تنافسون على هذه الجائزة ويتعلق الأمر بجود الياميق وسلم أملاح وأنور التهام من فريق بلد الوليد ونبيل تويزي وعمر الهلال من فريق إسبانيول بالإضافة إلى ياسين بونو ويوسف انصيري من فريق إشبيليا ومونير الحدادي من فريق ختافي وعبد الصمد الزلزولي الذي يلعب معارا من برشلون مع فريق إلصاصون يشار إلى أن ياسين بونو حامي عارين أصد الأطلس حاز على جائزة أفضل لاعب أفريقي في الليغة خلال الموسم الماضي 2021-2022 بعد أهدائه المميز مع فريق إشبيليا الأسبانية قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم زكري أبو خلال يعتزم اللجوء للقضاء ضد قناة فرنسية الجماهير الجزائرية تفاجئ وليد راقراج بهذه الخطوة الكبيرة في نهاي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الضراجي المغرب والجزائر سيتأهلني بسهولة إلى مونديال 2026 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر